سلامة العين بالعين والسن بالسن والبادة أظلم منخسر سنين من عمرنا عم نفكر كيف بدنا ننتقم من اللي أذانا منحرق أعصابنا طاقة راحت بال منخسر فرص عادة كرمال نتشفى بوجع اللي وجعنا وهات نرتاح الصمت بالمعارك أيضاً سلاح التجاهل أرقى أنواع الانتقام أصلاً هل لازم ننتقم؟ حق نفسك عليك أنك ما تستنزفى بالأحقاد الوقت اللي منخسره بالحروب بروح من عمرنا والعمر غفلة كلنا رح ندوق الموت لكن هل كلنا رح ندوق الطعم الحقيقي للحياة؟ قولوا الله يا ربي لا يأتي رمضان إلا وفتحت مساجدنا يا ربي لا يأتي رمضان إلا وقد عدنا إلى بيت الله الحرام معتمرينه مهللينه نعترف بين يديك أننا ضعفاء يا ربي سنعود بين يديك ظننا بك أنك ستعيد لنا المساجد ستعيد لنا المسجد النبوي يا ربي ظننا بك وأنت قلت أنا عند ظن عبدي به يا ربي ظننا بك أننا في رمضان سنصل ونعتمل في المسجد الحرام فيا ربي لا تطل هذه الغمة يا ربي لا تطل هذا البلاء يا ربي عودة إلى ما كنا عليه من حياتنا الطبيعية لا مرض ولا خوف ولا هلع يا أرحم الراحمين أهلا وسهلا فيك شيخ عثمان محمد فرحات أصغر خطيب بالعالم العربي وأصغر شيخ أصغر شيخ سبع سنوات سبع سنوات ستقدر إلّك عثمان أم الشيخ عثمان الشيخ عثمان حاضر تكرر معينك ماذا疑ت أي أصغر شيخ بالعالم العربي؟ يعني أصغر عمر أصغر عن خطيب أصغر عمر يخطب من المساجد تخطب في المسجد؟ نعم نعم خطابي بمسجر عنجر بخطب بضائعتي في جيميل كم مرة خطبت؟ عشر مرات والذي بيسمعو لك هن كبار ومشايخ ورجال دين ورجالك شو بيقلو لك لما يسمعوك أو شو قالو لك لما سمعوك أول مرة تفاجأوا فيي قالولي ما شاء الله عنك أصغر خطيب وبتعف تحفظهم ما أنا كمان هلأ متفاجأ أو متفاجأة كتير لدرجة ما عم بعرفة أحكي والمشاهدين الليلة كمان متفاجئين كيف حفظتهم يا شيخ؟ أمي حضورة وقتنا إجت كورونا وقفنا قعدنا بالبات وقفنا المدرسة سمعت خطبة عن كورونا نعم حبيتها من شيخ من عالم دين من صبي قلت بدي أحفظها حبيتها بدي أحفظها حفظت صرت حب يعني صرت حب أخطب أرجع أحفظ أكتر من وحدي صرت أمي أقعد أنا ويها أقعد أنا ويها وتحفظني وتحفظني كذا وحدي كل يوم كذا وحدي كان عمرك ست سنين يعني كورونا صر لسنة تقريبا كان عمري خمس سنين كمان بتعملي بعمل نشاطاتي أنا وكل شي يعني بحب الدرج بحب بحب تحفظ أول مرة عرفت أنك أنت بتعرف تحفظ صح أدي كان عمرك ومين قال لك كان عمري خمس سنين عملت مشروع بالساينس فير الأيوة أخذت المرتبة الأولى من بعدها بلشت بالخطابة عملت مشروعك أنا هون عندي الشهادة قدامي مشروعك بالساينس بجامعة الالأيو كنت بمدرسة أحمد المختار نعم بالعلوم وليه وقت عملت هيدا المشروع الشيخ عثمان حبت أعمله ولمعلمة كنت معلمتي اسمه مصدني نعم فوتتني قالت لي تعيشواي قالت لي شفت هيدا المشروع بدك تحفظه أنت قالت لي لاي قال لأنه ما شاء الله عليك زكي قالت لي أوكي ورفيق عمر ورفيق تيتيا كنا عم نتحدى بعض رفيق عمر طلعت تانية ورفيق تيتيا طلعت التالتة أنا طلعت الأول بينات شيخ عثمان شو قصت باب الحارة كان عمري خمس سنين وحضرت من زمان كتير حضرت من أولة لآخرة وصير حفظت اكتشفوا أهلي عندي قدرة للحفاظ اكتشفوا لأني حفظت وعندي قدرة للحفاظ فبلشت أحفظ خطاب وحفظت وقرآن حفظت قرآن؟ طب لبسك هيدا الزي من وين جايبوا؟ مين يعني والعمامة؟ بدي أشكر أول شيء أمي لأنا عب تتعب علي بدي أشكر بي لأنه بيدلوا يشجعني بدي أشكر الشيخ علي الحسين لأنه يجع على بيتي وقدمني هالعمامة وأنا رح كون أدى بإذن الله هتكون أدى وقدود بإذن الله شو رح تعمل لما تكبر شيخ أطمان؟ بإذن الله قاضي قاضي شرعي يعني رح تدرس دين ورح تصير شيخ حضرتك شيخ بس رح تصير شيخ أكتر عالم بالدين ودارس وقاضي طب حضرت القاضي إجا لعندك اثنين ما متفقين بحياتهم الزوجية ووصلوا لا بدون يطلقوا شو بتقلهم؟ إن أبغض الحلال عند الله الطلاق نعم حلو كتير يعني لما يسمعوا هالنبرة وهالصوت وهيك بهالحزم خلاص بيرجعوا عبيتهم بجعوا بزفطوا الأمور مع بعضهم وبيكملوا طريقهم سوا شيخ عثمان أنا كتير استمتعت بهاللقاء مع حضرتك لقاء جميل شكرا كتير بدك تقول شي قبل ما نختم بهالشهر الفضيل بشهر رمضان المبارك أنت خبروني أنت وجاي على الطريق شفت مشهد زعجك أنا جاي على الطريق أقول له لبي لكن شفت على الطريق فقراء يأكلوا من الزبالية بس لحتى يصدوا جوعا مش حرام لعب يصير في جوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في ليلة من الليالي خرج من بيته جائعا لا يجد في بيته ما يأكله فلما صار يبحث عن بيت من البيوت كي يطعموه وإذا به يرى أبو بكر قال يا أبو بكر ما الذي أخرجك في هذا الوقت المتاخر من الليل قال يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع قال حتى أنت يا أبو بكر خرجت من الجوع أبو بكر ورسول الله يسيران في ليلة مظلمة الناس النيام وأبو بكر ورسول الله يبحثان عن من طعمهما واذي القيان بالطريق من رمر قال رسول الله يا عمر ما الذي أخرجك في هذا الوقت المتاخر من الليل قال يا رسول الله والله ما أخرجني إلا الجوع أبو بكر وعمر ورسول الله ما أخرجهم إلا الجوع فجاء رسول الله إلى باب من الأنصار فدق الباب قال أهلاً برسول الله أهلاً بأبي بكر مرحباً بعمر فأجس رسول الله وأبو بكر وعمر ثم جاء بالماء البارد وضعه أمام رسول الله ثم جاء بشاة فدبحها ثم قام بشيها فقدمها إلى أبي بكر وعمر ورسول الله أكل رسول الله حتى شبع وأكل أبو بكر حتى شبع وأكل عمر حتى شبع فلما انتهوا نظر رسول الله إلى الماء البارد وإلى الشاة المدبوحة ثم نظر إلى أبي بكر وعمر قال والله والله لتسألن يومئذ عن النعيم أما يسمع هذا الكلام لصوص أوطاننا ممن يأكلون ويشربون وبطول الجوعة تضور جوعا وانما أما يسمع ذلك أصحاب النعم أما يسمع ذلك الأغنياء الذين لا يدرون خبرا عن الفقراء أما يسمع حكامنا وفزرائنا الذين يقدم لهم مواد التي لا يرى أولها ولا يرى آخرها والفقراء ما زال يأكلون من القمامة ما بارت شربه رسول الله قال والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم ونعيم أوطاننا الذي يستثمر في بلاد الغرب لكننا لا نقول الله أين أنت يا رسول الله اللهم أصلي على محمد وقالي محمد يقول لك الله يحميك مع هالكلام اللي هو حكمة بهالأيام الصعبة اللي عم نعيشها الله يوفقك شيخ وإن شاء الله يا رب أحلامك بتحققها وشكرا كتير على وجودك معنا شكرا شيخ عثمان محمد فرحات الله يحميك شكرا 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 اشتركوا في القناة وقمت subscribe شكرا 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 عيد عيد شمال من أشمال الطريقة المولوية الطريقة المولوية اللي أسسها مولانا جلالة ديجر ربية غلية العديم كها فيها من أهم الطرق الصوفية بالعالم واللي شكرا اسمه الفتلة المولوية الفتلة المولوية المقروجnelle على صفاء الروح والجسد والعقل بنفس الوقت وبتدل على هالروحانية اللي موجودة بهالطريقة نعم يعني الراقص المولوي أو الفتلة المولوية هي عرض؟ هي أو حالة أو صلاة أو تواصل مع رب العالمي؟ هي حالة روحانية هي حالة روحانية بتتميز فيها الطريقة المولوية يعني غير طرق ما فيها الفتلة المولوية مولانا جلال دين رومي أسس الطريقة وحمل هالحالة هايدي كذكر مثل الطرق التانية بتعمل أذكار بطريقة تانية هي ذكر يعني ذكر وحالة روحانية بتجعل هالبريد أو هالفتيل بالقول نحنا بالقولها بالعبية يجعل اتصاله من الأرض إلى السباء عيد أنت وعم تبرم هالبرمة المولوية شو بتحس؟ بحس حولي كأني طير بالسماء أدي عمرك عيد؟ أنا هالف عيد بالتسعة العمر كله أدي إلك التفطلي؟ أنا كان عمري ثلاثة سنين طلعت عم أسرح فتلت كان عمرك ثلاثة سنين؟ ما انضخت؟ ما وقعت؟ ما تعفت؟ شيخ شو معنى لباسه ووزيه لعيد؟ طيق وأنا بعرف أنه هيدا لباس لونه أبيض فيه لباس كمان أسود طب هو بيجي فوقه مشلح أسود نعم مشلح أسود بيدل على القبر مشلح الأسود بيدل على القبر البذلة البيضة بتدل على الكفذ التربوش بيدل على شاهد الكبر طب ليه؟ ليه قبر وكفن وشاهد؟ هيدا لأنه متل ما قلت لك لما بكون هاد شاب عم يفتل عم يعطي شعور بأنه هو خارج من الأرض إلى السماء يعني أنا بالنهاية هاي الأرض فالية الدنيا فالية بطلع من الدنيا الفالية إلى الدنيا الباقية الآخرة الباقية يعني أنا هوا بالدنيا ما قالي شي بالنهاية نحنا كل ياتنا رايحين وبيمثل هالحالة هيدا هالشاب هيدا شو الفرق بين هيدا النوع من اللباس هيدا الرقص بيقولوله بحلب ملوي عكل حال هيدا ملوي والمصر مثلا اللي بنشوفه بمصر بيلبسوا لباس ملون اللباس اللي ملون البدن ملون هاي مستحدثي هاي منها موجودة بالطريقة هاي خارجة على لطاق الطريقة هايدي الشغل في الكلوري أمر في الكلوري استعراض يعني استعراضي ما قالوا علاقة بالنهاية خالية من المعاني الدينية وفرقة ما قالوا علاقة بالمعاني الدينية أبدا ولا بتمثل شي شيخ محمد حضرتك صوفي أبدا عن جد نعم بأي مرتبة حضرتك ما في مراتب نعم عند المشايخ المتصوثين نعم نعم هي المرتبة الأولى بتجي مريد نعم عفوا بالأول بتجي خادم خادم بعدين مريد بعدين شيخ بعدين شيخ مشيخ عرفت لي كيف هلأ نحنا كلهاتنا خدام وما زلنا خدام لمشايخنا ونعونا مقلة بس بالترتيب مع الوقت بالعلم الإنسان بيطلع يعني كنت من مرتبة خادم إلى مرتبة مريد إلى مرتبة شيخ الحمد لله وهلأ السنة هايدي تم مبايعتي من قبل مشايخ طرابلس بشيخ مشايخ خلفاً لوالدي هو كان شيخ مشايخ طرابلس صوفية شو يعني دادا الدادا بالنسبة للطريقة المولوية نعم الطريقة المولوية الشيخ الكبير اللي هو بيدرب كل الخبار الشباب والبريدين والمشايخ هو دادا الدرويش الدرويش ولا من نقل درويش الدرويش اللي بيفتلون اسمه الدرويش هو عيد درويش يعني permais Wait درويش معنى انُ التواضع خدمة الداخل يعني هلأ اسمه الدرويش شباب اللي بيفتلون أما الشيخ الكبير اللي ب.. ب innocentهم برحل الدادا بيكون درويش بيكون عم يفتل معهم يعني السابق潰 بيكون عم يفتل فتلت بحياتك كنت تبرم؟ لأي عمر ضليتك تبرم؟ أنا تقريباً 45 وقفت؟ ما بيقدر بعد 45 أسان؟ لا لا عندي شباب عمرهم 55 أدي عندي شباب أبي عمري هل حلال المرأة أنها تسطل؟ لا لألك هلأ ضمن مجموعة نساء من بعضهم ما في مشكلة بالشرع ما في شيء بخبأ علنا بالشرع يعني كل هاتنا بنعرف المرأة المسلمة لا يجوز أن ترقص أمام الأجنبي بيبكان يكون واضح وليسالي نحن أنا كتير يجول عندي وكتير تملؤ اللي يدربون بلات وعدي كتير لقدروا أنا ما بتحبل هالبسئولية لأنه إذا بتكون تفتلوا عباب رجال لا حتى لو كان هيدا الزي المحتشم لا يعني لا يبرز الجسم وما فاتن الجسم أبداً 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 المتصوفين أنواع نعم في متصوفين دينيين وفي متصوفين غير دينيين فلسفيين اللي بيشتغلوا فلسفة بيشتغلوا التصوف بالعقل يعني بالفلسفة بالإجتهاد نحن لا نحن جميع عمل دينيين أبداً عن جد ودينيين من أتباع سيدنا محمد للآن يعني أنا بحكي لك شهر لأنه مثل التصوف وقت زهر زهر أيام سيدنا محمد يعني بالقرد الأول هجري ظهر التصوف وبعدين الوضع قسس للتصوف يعني حددتك مسلم متصوف مسلم سلي متصوف نعم تلتقوا بمطرح أنتوا المتصوفين غير الدينيين هل كمان في متصوفين مسيحيين مثلاً أو من ديانات أخرى فيه فيه أكيد فيه فيه بس يعني طريقة غير طريقة فيه مبادئ تلتقوا عليا بس فيه لصة يعني نحن لألك شهر ليا التصوف هو الإنسان يعني يترك حطاب الدوليخ يزهد في الدنيا الزهد في الدنيا الزهد يترك حطاب الدوليخ ويتبع التعليمات اللي أعطاه أهل نبي رسول الله عليه وسلم ورب العلميد شو أنزل بالكرآن شو قال بالكرآن نحن ما فينا نخالف عرفت علي كيف وبأتاكم الرسول فاخذوه وبأناهاكم عنه فانتهو لخصل التصوف في ثلاث كلمات بسلوك الإنسان بالنسبة لحضرتك كلمال المشاهد توصلوا التصوف هو تأديم النفس التقشف في الدنيا الابتعاد عن المحرمات والالتجاب بطريق النبي محبة صلى الله عليه وسلم طب وصف لي علاقتك مع رب العالمين شو بس بكلمة كيف هي نحن مثل أي شخص بس نحن عنا شوي اللي قلوه عنا زيادات بالعبادات يعني عنا نحن نلتزم شوي بالعبادات الزيادة عن غير ده ما احترامي لكل الناس بس نحن عنا بالزوايا عنا خلوة عربين يوم بدختلي أو خمسة عشر يوم حسب كل واحد قدرتوه بيننا وبر رب العالمين بس عبادة وبشهر رمضان صيام صلاة اكيد اكيد بطلا بطلا غير ده معنا بطلا فرق بيننا وبر الناس نحن مين الحلاج بالنسبة لألكم كفر وقتل هلأ كل إنسان عنده أغلاط يعني بعض الأغلاط الإنسان بيعمله هل أخطأ الحلاج قال أنا الله قتل من بعد فهم أنه هذا التوحد مع الله سبحانه وتعالى وهذا العشق الإلهي هو اللي دفعه يقول يعني هذه درجة عالية من الإيمان بس ما بينقول هيك ما فينا نقول هيك حتى لو يعني الحلاج بس ما فينا نقول هيك ما حدا فيقرن لفظه مع الله عز وجل عبدا رمضان كريم شكراً كثير لحضرتك عيد شكراً كثير لحضرتك من نعم الله عليك حاجة الناس إليك دايماً منقول يا رب دلني على من يدلني إليك لأن الصلاة مع رب العالمين هي عبر الإحساس بالآخر الإحساس بالفقير وعمل الخير بهالحلقة ما رح نعرض حالات إنسانية بهالحلقة الخاصة من شهر رمضان المبارك بشو القصة رح أطلب من كل حدا منكم يتطلع حوله يتطلع على جيرانه على سكان الحي على قريبينه والأقربون أولى بالمعروف يفتش على الناس المحتاجة وأكيد رح يلاقي كتير ناس حوله محتاجين خصوصاً بهالظروف الصعبة ما أكتر الحاجة وما أكتر الناس المحتاجين أطلب منكم كل حدا يساعد على طريقته وبالسر مش ضروري بالعلن ولكن اتواصلوا مع البرنامج اتواصلوا معي وخبروني أنكم ساعدته شكراً اتواصلوا مع الناس المحتاجين اتواصلوا مع الناس المحتاجين اتواصلوا مع الناس المحتاجين ألا يا أيها الساقي أدر كأساً وناولها فمن توقعه نفس فيه شراق العشق يعذلها ألا يا أيها الساقي أدر كأساً وناولها فمن توقعه نفس فيه شراق العشق يعذلها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اشتركوا في القناة ألا يا أيها الساقي أدر كأساً وناولها فمن توقعه نفس فيه شراق العشق يعذلها شيخ أحمد حويلي أهلا وسهلا فيك نورتنا بشي القصة ورمضان كريم علينا وعليكم على الجميع يا رب من شيخ وقارئ مجلس عزاء إلى فنان متصوف شو صار معاك لدى قلب هالنقلة دايما هدا السؤال بينسأل ومنسأل غير التلفزيون حتى بأرض الشرايا أنا ما صار معي مشكل مع حدا أو أنا صار عندي حاد سيفة رحت انتقلت هي كل القصة أنه أنا بعتبر مثل الإنسان اللي بيطالع بتجبر ثقافته ومستوى تفكيره بيلاقي حاله وين بيشبهه أي عالم أنا بنسبل إليه عالم التصوف حبيته لأنه هو بعيدا عن فكرة الدين بعيدا عن فكرة الهوية هويته هي العشق بس لما بتلاقي أنه هو بمحلات من صلب الدين كمان لا ظهروا بالمرحلة الإسلام هلأ أنت اللي بعيدا عن فكرة الدين يعني أنت تركت الدين رحت عن التصوف باعتبر أنه عالم التصوف بيشبهني أكتر ليش؟ لأنه منه قائم على العمق الحقيقة يعني بيدوروا مثلا على صعيد الصلاة شو معنى الصلاة الحقيقية شو معنى الصوم الحقيقية مثل مثلا إذا بديك صوم هو الله إرسلنا أجمل صفة بهالوجود اللي هي المرأة فإذا أنا ما بيعرف أخلص لإله وما بيعرف أنه يأخذ اسمها ذكر لصلاتي وما بصوم عن ما عداها كيف تقدر إله لأله أنا بحبك على أي قاعدة على الصلاة والصوم هيدا بيكون نتيجتك نحن نعتبر الحب والعشاء بينزل على قلبه الإنسان مثل الوحي عشان هيك بيكون منه مقيد بأي دين منه مقيد بأي طقس هويته العشاء عادة الفنان يعني بيترك الفن بيتوب بيقولوا بقتاب عن الفن وراح على الدين على الالتزام الصلاة الصوم الاعتزال اعتزال الفن هلأ معك حق أنت العكس لصلاة يعني هيدا كيف الموسيقى بتكون لغة لكل الناس العشاء ما في واحد يجي يقول بأي مدرسة كانت بأي دين معين حتى لا دين ما في إلا العشاء ما بيجمعنا لأنه كل ياتنا عم مبحث عن هيدا الحقيقة فعشان هيك لقات الصوفية ما بتحكي لها بالحب بأي تفصيل يعني إذا بدك تشرب يمان لازم يكون قلبك بينطف محبة بيداء هيدا الحص كيف ساعتها ما فيني أمشي يعني حذرتك عم تقول العشق يجمعنا أنا بقول الله يجمعنا يعني يجمع الأديام يجمع الناس وعشقنا لرب العالمين وكل واحد بطريقته بس أحمد أنت شو أصدك بالعشق أنا أصدي أنه فالصري بشكل مبسط بسط هي علاقة العاشق مع معشوق مين العاشق ومين المعشوق العاشق نحنا افتراضا عن بعين والمعشوق الأوحد اللي هو الله بيجي الأنسة أو الذكر قلبهم كأنه جسر وطيد بيجوا بالدنيا بيعملوا البروفا هيدا حتى يقدر ينتقلوا للمعشوق الأوحد يعني أنا من خلالك بقدر أوصل لأله أنا من خلالك كثير تفاصيل بتوصلني لأله بس بحد ذاته الإنسان إذا ما عمل تجربة روحية على الأرض ما رح يفهم شو معنات بحبك يا الله بأي بيئة أنت تربيت أنا يعني تربيت من بيئة محافظة جدا كان بالنسبة لأيلى الصلاة والصوم وهالتفاصيل هي فرائد واجبة علي بكل تفاصيل يعني إذا أنا ما بيعمل هيدا الحركة أو ما بصلي بنهك أو باتهم متل ما انتهمت وقت اللي نقلت إنه أنا مرتاد أنا كافر أنا فاصل لحظة خلينا نقطة نقطة أنت وصغير إذا ما صلت أو صمت شو كان يصير كان دايما هذا المفهوم العقاب وإلا شو بيعمل فيك ولوان بتروح وبتدمر حياتك وبصورون إن الله بحالة من الرعب يعني بصير نحنا ثرائدنا قائمة على الخوف وهذا الشي ضد الهوية الصفية هذيك بتحكي إلا بالحب هو كل شي هون بيحكوا لا الشريعة حلالة والحرام هي كل شي أنا بقول لماذا ما بين جمع أو تنيناتهم ليه بدأت تكون فرائد في بعض الناس بتحكي يعني بتقنع أو بتفرض الفرائد الدينية عبر الترهيب والخوف وفي ناس لا بالعكس بالحسنة بالمحبة إنه الله محبة بالكلمة الحلوة يعني يمكن تربيتك هيك كانت بس في غيرك عم يتربى على حب الله ومخافة الله ليس الخوف من الله أنا ضد ما في فكرة الخوف والمخافة من كل الأنواع وأنا ما بيعتبر إنه في عندي تفاصيل بتتعلق إنه كل إنسان بيبيئة محافظة هو كان صح عطيكي مثالة لأنا ما بحط عن حالي المخافة غير الخوف يعني هي نوع من الإيمان نوع من الخشوع والاحترام لرهبة الخالق خليني بسط لك يا أنا افتراضا بعشاء امرأة لو عملت له كل شي بهالوجود كل شي كل شي فرشت له الدنيا كلها وقلبه ما رفت جاهي هل يمكن هؤل اللي اللي عملتوا إلهم أسهر لا طيب أصدق قول إنه لو شو ما بتعمله مش هو وليد تقال الهدف أبدا يعني شو ما بيعمل أنا لأ الله هول الأعمال منن نتيجة للحب هني نتيجة عكسية بالقلب في ناس تعملون نتيجة حب نتيجة ما هل بدي أسألك نتفق عليه إنه الأعمال مش هي مرتبطة بالحب يعني لو بيقوم صارة ليل ونهار مش هيدا الله بيرزقني على حب بيرزقني توفيقات صفاء روحي لاحظة مثل الميديتيشن من اليوغا هيدا النوع السلام الداقني لكن عم بيحكي عن العشق هو مش أنت بتقدري تقاريريه نحن نعتبر الله بيصحب المجذوبين نحوه وبيكون عندهم هالة عناية خاصة من قبل الله طب أحمد أنت الترهيب أو التخويس ما بضضونا من رب العالمين هو اللي خلاك تروح على طريق العشق فينا نقول الإلهي أو التصوف أنا عجب بس ليه درست فلسفة إسلامية هلأ بطبيعة بمأنر وكان بدك تعمل شيخ صح بطبيعة صح بطبيعة البيئة اللي هي كانت محافظة طبعا كنت أشجع عليها وما كان عندي مسار تاني لما بلشت شوف أنه الله كيف والطريقة اللي بيتعاملوا فيها وبلشت تقرأ كتب وتعرفت على أساتذي جعلني إذا وديك عم لقي حالي أنا كتب شو صوفية ولا دراسات إسلامية طب بدي أحكي الأمور عادة نحن ممنح بنحكي بالمزاهب والطواقف بس حضرتك من بيئة شيعية اعتبرت مرتد عن الشيعة لما اخترت أنك تمشي بطريق الفن الصوفي طبيعي أنت مرتد؟ أنا بالنظر كتير من الناس نجرس حتى كانت سلام علي يجب أن تطهر لي في البيئة الشيعية في البيئة الشيعية لغاية اليوم؟ اليوم بسبب أنه صار عندي جعمهور وقاعدة أعتبر الرجم أقل في منهم نحضروا نزلي حضروا الامسيات وانبسطوا وفي منهم لا في منهم نحطوا أنه أنا من شيخ لغناء اللي بيعتبروهم أنت درست شيخ أحمد؟ اي اتعممت؟ لا فقط درست شيخ اعتبروا عفوان اعتبروا أن أنا فاسق فاجر كثار يصنفوني أنا ما عم بيحكي عن حزب أو بيئة عن حدا منظم جعل مؤامر علي أم بحكي الأفراد عن الأفراد وصلوا معهم أنه ولا يمكن أحمد حويلة ينقبل بهالبيئة كنت مرفوض اي أنا عفوان ما بحب أحكي هاللغة بس أنا جمهور الأكبر مسيحة بيرجع وراء الدرزة بيرجع وراء السنة والشيعة عني آخر شي عفوان الألماني قبل والملحد قبل آخر شي الشيعة اف كلامك خطير وهالحقيقة لش بدي أهرب مننا ولكن الجمهور الشيعة إذا بلنا نحكي يعني أنه آخر شي الفن الحلو عنده يعني قبول من جميع المذاهب والطواقف والأدنين والإغنان والسورية والعالم العربي أكبر دليل على هذا التنوع بسوريا بانهلالين سوريا أنا أكتر شعب جمهور إلي بالدول العربية هي سوريا ولما عملت أمسيات هونيك كان فيه أقبال كتير قوي بس أنا بدي إليك شي تاني وين عملت أمسيات بسوريا؟ عملت بلادية طيب بدي إليك شي مهم كتير وضروري أنه أنت بالنسبة لإليك عم تحكي بقاعدة عامة من قبل من قبل الناس أنه ما تقبلوا أو مت هدا لا أنه كانوا عم يعتبروا ما عم يقدروا يسفهموا أنه شيخ شو بيقلبوا لهم نيك يعني كيف بين قلب شيخ بصير فن تحكي له بنوضع العشق بيليك روح أنا أول عم تحكي لي باللي مكتوبين بالكذوب مش موجودين على الأرض حتى ما بيآمن أنه العشق موجود فينا ما بيآمن مشكل لهم الحلاج لش قتل الحلاج لش قتل بوقتة قال أنا الله وبقتل عم يقولون نفس المفهوم أنا بيعتبر أنه ظلمت جدا من مجتمعي وهلأ خلص تعودت شو كيف يعني تعودت تعودت على الأزية على المسبة على الهجوم كيف مرة تعرضت بالتهديد أكيد برجع بقول لأفراد ليس منظم وطبيعة نحن أنت بتعرفي السوشيال ميديا أكتر سهل على أن واحد يعمل إزعاجات وشتائم أنا بيعتبر أنه هاي الشعبية اللي أوجدت من جمهور الشيعة ما قدروا ما قدروا ما قدروا يفهموا أنه هيدا هيدا خصوصيتي فعملوني بأسوى لأنه بالنسبة لألهم السوفي هو للمذهب للسنة والعرفان هو للشيعة مع أنه أصل التصوف أصل العرفان هو التصوف شو يعني تصوف يعني اللي غير أنه اللي بيلبس تياب اللي بيصير عنده عند اليونان الحكمة حالة زهد وعشق ومصفات الله طبي طبعا لكن توضيحا أحمد كرمال ما نفهم غلط أنه عم نصوب على جهة معينة أفراد ما بمثلوا طايفة أكيد يعني أفراد بمثلوا نفسهم نفسهم هاي هي بس كرمالة نوضح شو رسالتك من خلال الفن الصوفي لوين بدك توصي رسالتي أنه غني أو أنشد لكل عاشق قتل من أجل العاشر مين ما يكون يكونوا بأي ديانة من عشق الإلهي ولا عشق الأفراد من بعض أو حد إلا الله بس أنا ما رحت على الأغاني المستهلكة سوقيا ننصح التعبير أنه أغاني السوق ما لتجأت لهذا الموضوع ولا هدفي ببال أن نروح لهم هدف ضل أعمل أغنياتي أو إنشادي على المسرح وأعمل أمسيات ووصل أدمى فيني بالفترة كانت بسيطة صدقا أنا ما عم بقول هاي دي الكردت بس أنا بلشت بعدد صغير أنت حضرتك حضرتي أنا حضرت أمسي ووصل العدد يتسكر قبل بجامعتين بسبب أنه أنا عملت حالي بلبنان أنه شو يعني تصوف شو يعني كذا ستدرس بالجامعة يسوعية ستدرس ببعض المطاريح حتى أنا أقول بلبنان لأنه مش واصله شي عن التصوف إلا البرمة التنورة ببعض المطاريح التصوف ما بعض كيف نقوله مذهب أو دين صعب أو طريق صعب كثير يعني اللي بدي يقرأ عن التصوف بده يتعمق كثير ويقرأ كثير يعني منه ما نراجع واحد أو كتاب واحد فكيف قدرت توصل هل بيوصل عبر أغني عبر الفن لما بيشوفوا أنه هؤلاء الأصائد عمرهم 800 سنة لألف ومئة سنة وهؤلاء الأصائد ذكرت لأجل العشق بذلك الزمن كانوا يحكوا مع الله بطريقة كانوا عم يغازل أمرأة لأنه بالنسبة لألهم هني بيتطقي بنخاف مخافة أنه يقتلوا فيحكوا كانوا عم يحكي تفهم مع أمرأة لكن هدفهم كانوا عم يخطبوا الله فأنا هيد الأصائد حوالي جيبة واشتغل عليها من ألف ومئة سنة لأهلأ أي شي بيحكي عن علاقته مع ربه أو قتل لأجل لأشي قالت شي لحافظ الشرازي لكو شعر الإيراني قالت لحافظ لتالسهر وردي قالت حتى بابن سينا قالت للمتنبي قالت مين مرجعك السوفي جلال الدين الرومي أو شمس التبريز شمس التبريزي مدرسة شمس تختلف عن مدرسة جلال أبن عربي وكتبها ككتابة كمان أنا بختلف مش معناتها أنه ما بحبونا ومحتروم بالعكس بس أنا بحب مدرسة شمس التبريز أهم ثلاث مبادئ صوفية بتلتزم فيهم بحياتك شو هنا التسليم هنا شرط أساسي بالعالم تصوف بعد التسليم هو زبدك الدعاء اللي دايما أنا بلجوا على الله أنه مغفر جيني شمس أو قربني من هذه المدرسة أو قربني من الأساتذ يكونوا بطريقة ومبدأ الثالثة هو خدمة الناس أنت مسلم بالمفهوم العام إذا بدك بس أنا بالمفهوم الخاص أنا ما عندي هوية إلا هوية لأشياء بتصوم الصيام الإسلامي أنا ببارس بعض الطقوس بس ما بحب أن أقولها عن العلان وهذا الطقوس أنه ممكن أن تأخذنا على مطارح تانية ما تفهم والحلقة الصغيرة لأنه إذا بدي أحكي عننا بدي أغطر تشرحها وما في وقت لنشرحها بس لك أنا أكيد أمارس نوع من الفرائد ونوع من الخلوات لست بكافر أنت كيف تشوف حالك؟ أنا بشوف حالي عم بس عمد الغيري نحو العشاء نحو أنه أعرف ذاتي أعرف نفسي يكون عندي صفاء روحاني خاص عندي سلام داخلي كتير عالي هيدا التفاصيل صعبة بمجتمع كتير محافظ أو الطائف والمذهب هي مشتو ومسكر عليها الباب بدي شوف فيديو من هالأمسيات الحلوة بركة متشوفها نحن والمشاهدين هيك بستمتعوا كمان معنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدرنا فإذا أبصرتني فإذا أبصرتني أبصرته فإذا أبصرته أبصرتنا يا نسي من روح قولي للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا لحبيب 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 حبه وسط الحشا إن يشى يمشي على خدي على خدي مشى روحه روحه روحي وروحي روحه إن يشى شئته وانشئته وانشئته يا سا اوه بشيء شكراً كثير يعني جربنا بهالوقت القصير ما ندخل طبعاً نتعمق بالتصوف لأنه التصوف شيء كبير ومعقد وصعب ولكن جربنا هيك نعطي هيك لمحة سريعة شكراً كثير لألات شكراً لألي شكراً لألي شكراً لألي